أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية السياحة العلاجية حول العالم مشيرا إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها نتج المحلي الإجمالية لدول عملاقة مثل اليابان والهند وخلال كلمته في فعليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وسفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية السيدات والسادة نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهته إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية فضلا عن ذلك يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة فمثلا على سبيل المثال يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفقا لمجلة سياحة العلاجية Medical Tourism Magazine الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند أيضا وفقا لجمعية السياحة العلاجية The Medical Tourism Association فيعبر حوالي عشرات الملايين سنويا في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافر إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر